بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا مرة ثانية معكم في هذه المحاضرة سوف نشرح شغلة وهي شغل الحاسبة وشون الفرق بينها اذا رحنا على start ورحنا على power button او زر الpower اكو ثلاث اعازات رئيسية اولها sleep مثل ما هو او shut down و restart خلي اشرحها واحدة واحدة بالتفصيل ال restart يسوي طف الحاسبة تماما للاخير يسد كل برامجك يعني يفرغ لك الرام ميموري بصورة عامة الرام يعني ما قصد الرام وانما الرام يعني يدارس الحاسبات يعني يعرف انه البيانات مالتك موجودة بالهارد يعني وتعالج بل موجودة بذاكرة عشوائية موجودة بين ال cpu بين الرام وبين الهارد حتى يعالجها فالميالات كلها يعني تمسح من الرام شغلات كلها يعني اللي يفاتحة ينسد تطفى الحاسب تشتغل بجديد مباشرة اعادة التشغيل ال shut down نفس عامية ال restart بس بدون اعادة التشغيل يعني شنو يطفي لكل برامج وطف الحاسبة نهائيا الشغلة الاخرى اللي هي انت دائما يعني مدائما تحتاج الطف الحاسب مثل ذا انت افت الحاسبة في فترة بسيطة ما اكو داعي ان انت تسوي لها shut down ترجع الشغلة لا سويها sleep يعني ما راح يسد البرامج مالتك ولا راح يمسح الميمواري مالتك بس يقلل استخدام الكهرباء نهائي يعني كل شيء اللي هيشنين راح يطفي لشاشة مالتك يطفي معظم يعني يعني هواي هواي شغلات يطفيها بالحاسبة فانت تقدر تستخدم sleep mode وضعيات النوم مالتك حتى تقدر ترجع الشغلة بسرعة هائلة المهم هاي الشغلات الاساسية اللي ردت اطقيها في هاي المحاضرة فانت مو دائما لازم انت تستخدم ال shut down حتى تطفيها فانا نسحك بعض الاحيان استخدم sleep حتى تروح يعني ذات ان شاء الله ساعة ساعتين ساعة عادي طبيعي جدا انت تتعوف الحاسبة وضع sleep حتى مثل البرامج ما تكون تطقيها مثل ما هي مفتوحة يعني ماكو داعي اللي تتنسى هاي المحاضرات مع ال shut down وال sleep و restart طبعا اكو اعازات اضافية اقدر اوصلها ب بس يعني ان شاء الله راح اتطرق لها بالتفصيل بالمحاضرات الجاية اللي هي نقدر نوصلها عن طريق اضغط على زر البطارية اروح على power and sleep settings اروح على additional power settings اقدر احدد تفاصيل كل شي هواية تخصل ال shut down و ال restarting والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة